والحمد لله اكسبت المزايا زي ما انتم شايفين وحصلت على المزر بورد اللي كان نفسي فيها المس اي ارسنال جيمينج توم هوك من اروع المزر بوردات اللي موجودة في السود الوقت مقابل خمسة وستين دولار فقط. السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتميز دايما ان قناتكم ابداع واستمتع مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بتتكلم على موقع اي باي احد اشهر المواقع على مستوى العالم في البيع والشراء. وليه انا قصصت حلقة كاملة للاي باي تحديدا. لانه اه موقع متبيز جدا عالمي على مستوى العالم تقدر تشتري وتبيع فيه من كل مكان في العالم ودي ميزك طبعا مش موجودة على المواقع المحلية زي اوليكس وغيره اللي هو تشتري بس من البلد اللي انت فيها ولازم يكون عشان تقدر تسجل تسجل بالتليفون المحلي. هنا في الاي باي تقدر تشتري حاجات مستعملة من امريكا من المانيا من انجلترا باقل الاسعار زائد الميزة الكبيرة جدا اللي النهاردة هتكلم عنها هي ميزة المزادات. طبعا ان انت تقدر تخش المزاد على اه منتج معين وتشوف السعر بتاعك هيوصل لكام وتقدر تشتري باسعار ممتازة جدا. عشان نشوف اه امكانيات موقع اي باي هنقش مع بعض دلوقتي هنفتح على الموقع اي باي. ادي الهوم بيج بتاعة موقع اي باي. طبعا ما تتخدش هو طبعا امكانياته كتيرة جدا وجميلة جدا. هنشوف واحدة واحدة هنا هنا على اليسار هتلاقي اسمك. تمام? والاكاونت سيتنج تقدر تخش على اعدادات الاكاونت بتاعك. هنقش كده هنبص بص سريع على اه الاعدادات ونقدر اه نف هنها بسهولة. اهم حاجة طبعا تعرفها هنا هو هو الادرس بوك بتاعك اهو في العنوين. هتلاقي لما تخش عندي هنا هو هتلاقي اكثر من عنوان. ليه انا اخذت اكثر من عنوان? تمام? نحن نخش هنا في الشبينج ادرس. هنعمل ادت. عشان اوريك العنوين. هتلاقي ان من ضمنهم عنوان امريكي. تمام? طبعا اللي ما يعرفش ازاي يقدر يحصل على اه سندوق بريد امريكي. يخش دلوقتي عندك فوقها. هيظهر دلوقتي في الكروت. اه كيفية الحصول على سندوق بريد الامريكي. وكمان المزايا الاخرى لسندوق البريد هو ان انت تقدر تجمع فيه كمان المنتجات وبعدين تشحنهم مرة واحدة لبلدك. وده هيوفر عليك فلوس الشحن كتير وهيوفر كمان الدرائب وهيوفر عليك في الجمارك. تمام? هنخش دلوقتي هنا هوت على الاكاوت سيتنجز وتشوف الادرس بوك بتاعنا وهنلاقي هنا هوت ان في اكثر من عنوان ادي عنوان الامريكي بتاعي. تمام? وننزل تحت ادي عنوان المحلي بتاعي. تمام? بعد ما توصلك الحاجة في البريد الامريكي بتاعي شحن فابيت شحن لانوانك المحلي. ده كان اول جزئية حبيت اوضحها ليكم. تمام? وده طبعا يخليك تشتري بسهولة جدا كل اللي انت عايزه وبعدين تشحن مرة واحدة بس. طيب. هنخش هنا على اليسار في اه الواتش ليست انهوت لو انت اخطت حاجة في الواتش ليست. طب ازاي انا بخط الحاجة في الواتش ليست هنشوفها برضو مع بعضينا. تمام? لما نخش مثلا هنا ونعمل بحس الاول. تمام? انا مسلا عايز اشتري مثلا اه جيمينج كيبورد. واعمل بحس هنا. ظهر لي انهوت امكانيات كثيرة جدا. تمام? وحاجات كثيرة لانواع الكيبورد اللي انا قدر اشتريها. ادي طبعا انواع كثيرة جدا من الكيبورد. طبعا اشكال والوان كثيرة. طبعا مش هادر تتوه في الموقع. انا نشرحه واحدة واحدة هنا. هنخش على اليسار الاول. هنا هوات بيحدد لك الفئة الكاتيجوري بتاعتك. انت موجود دلوقتي فالا على الفئة الكيبورد والمايس. تمام? وهنا هوات هتلاقي البراند. تختار البراند اللي انت عايزها مثلا على سبيل المسال لوجي تيك. تمام? هتلاقي على طول عمل فلترة وجاب لك بس اللوجي تيك اللي موجود انهوت. طبعا تنزل تكمل النوع كمان هل هي نوعها gaming ولا mechanical ولا عادي. هتختار برضو النوع. لو احنا عايزينها gaming هندوس هنا على علامة. تمام? وتكمل تحت الكنيكتيفتي. هل هي بالواير ولا بالبلوتوز او بوتيفر. فهنشوف مثلا نختارها بالبلوتوز. اهو. شوف كل ما دا عمال يعمل فلتر للخيرات بتاعتي. تمام? هنا هوت برضو لو عايز تشوف المزايا بتاعتها تقدر تشوف لو فيها زرائر مثلا قابلة للبرمجة وغيرها وغيرها. او الكيباد بتاعتها تكون قابلة للبرمجة. تمام? كده هوت عملنا كل الخيارات. طيب. عشان اعمل خيارات تاني اكتر ان انا اشوف كمان الفئة السعرية. هنقش هوت على اليمين. هنلاقي هنا هوت البست ماتش. هوا هوت بيجيب لك افضل خيار للبحث بتاعتي. طيب انا عايز اهل سعر هندوس هنا هوت. تمام? وننزل تحت هنا. برايس اند شيفينج لوست فرس. اللي هو اقل سعرا يجي اولا هندوس عليها الخيار دوت. تمام? هتلاقي نواة السعر الاقل اللي جاء لك اولا. طبعا هنا هو الدولار واربعتاشر سنت ده مش السعر الاساسي ليه انا قلت كده لما تنزل تحت هتلاقي حاجة اسمها زيرو بيت. زيرو بيت ديت يعني آآ او عرض في مزاد. تمام? دايما لما تلاقي كلمة بيت هنا هوت اهو. معناه ان ده دخل مزاد. ده السعر اه مش الاساسي او النهائي. تمام? المزاد ده هيخلص بعد قدية. ادي فور دي يعني اربع ايام. فور دي وست ساعة. هنا هوت المزاد اللي تحديه اربع ايام وستاشر ساعة. تمام? هنا هوت مش مزاد هنا هوت اقالك عادي على طول السعر تلاتة وعشرين دولار وخمسة سنت. تمام? والشحن بتاعك هيكون سبعة وسبعين دولار وثمانتاشر سنت. تمام? طيب. لو انا عايز اخش المزادات تمام? ومش عايز استنى اربعة ايام زي ما خاطت كده. عايز المزاد اللي يخلص بدري خلال كم ساعة وخلال يوم بالكتير. فبخش تاني على انهوت السهم التحت. واختار حاجة time ending zone. المزاد اللي هيخلص اولا. تمام? فاندوس هنا هوت ونشوف اين هيحصل. هنلاقي انهوت حاجة سعرها خمسة دولار وستة وسبعين سنت. تمام? لسه مجاش عليها اي عروض زيرو بيتز. وهتخلص خلال يومين واربع ساعة. طبعا ده سعر ممتاز جدا بالنسبة لماوس اصلي. تمام? آآ جيمين كمان. فتقدر تحط هنا هوت السعر بتاعك. احط ازاي السعر واقدم اوفر ازاي? هنقش هنا هوت على المنتج نفسه. تمام? هنقف هنا هوت في البيد اماونت. وتقول هنا هوت مثلا الجي بي بي اللي هو خمسة آآ جنيه سترليني. ممكن تحط هنا هوت ستة. وتعمل بلايس بيت. اضافة الاوفر. خلاص? مجرد ما تحط اضافة اوفر تبقى انت العطاء الكسبان. لحد ما حد يزود عليك. تمام? دي كان جزئية مهمة جدا في ازاي تعمل اوفر في امكانية الاوكشن. تمام? طب لو انت عايز الخيارات ترجع هنا هون للصفحة الاسية. وعايز اللي يظهر لك بس الحاجات اللي نزلة في المزادات فقط. فتخش هنا هوت وتدوس على اوكشن. تمام? كده هيظهر لك الحاجات اللي نزلة في المزاد فقط. طبعا كل دوت بالاضافة للكاتيجوريز اللي احنا زبطناها على الشمال. لو شنى هنا هو اللوجي تيك. هتلاحظ ان القايمة بتختلف. ليه? لان هو جاب لك حاجات كتيرة اكتر من اللي كانت موجودة في الاول لان انت شلت البراند اللوجي تيك. واخترت براندات تانية كمان معها. تمام? فهنا هوت في الاوكشن ادي المزاد اللي هنا هو تسعة وعشرين دولار وتمانية وتسعين سنت. المزاد ده يخلص بعد سبع ساعات وواحد وخمسين دقيقة. عدد الاوفرز الناس اللي عملت بتس اللي نزلت اه عروض ستة عشر شخص. تمام? تقدر زي ما قلنا هتخش هنا وتحط الاوفر بتاعك وتنتظر هل هو يرسل عليك ولا لا. وفي حالة ان في حد يزود عليك هيجي لك او اشعار على الاي باي نفسه على الابليكيشن وهو هيتبعت لك على الميل ان في حد زود عليك. طبعا عشان تستفيد ودي تركاية مهمة جدا عشان تكسب باي مزاد اعمل لنفسك الارم على التلفون بعد الوقت ده يعني سبع ساعات واحد وخمسين دقيقة انت اعمل لنفسك سبع ساعات واربعين دقيقة. يتفضل عشر دقائق على موعد او على موض ده اللي هو المزاد. تخش في العشرة ده النهائية دية تشوف هل حد هيزود عليك ولا لا وتبتدي تزود دولار 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 لحد ما تكسب المزاد اه اللي انت عايزه للمنتج اللي انت عايزه ان شاء الله. المزاد اللي انت اشتركت فيها وما تنسهاش تقدر تخش على ماي اي باي. وتحت انهوت هتلاقي حاجة اسمها بتس اند اوفرز. ده هي العروض اللي انت قدمتها. تدوس عليها هنا هوت. هتلاقي انهوت قائمة بالمزادات اللي انت دخلتها. هنا على سبيل المسال انا دخلت مزاد في كيبورد وماوس جيمينج تمام. ادي سعرهم اللي كان تسعة وتسعة وتسعين سنت. وهتلاقيني ان انا حط انهوت الماكسموم بت بتاعي عشرة دولار. وهناه بيقول لك يعني انا العطاء الفائز او العرض الفائز حتى وقتنا هذا. وهناهوت هيقول لك باقي كام ساعة على انتهاء المزاد. هنا بيقول لك باقي خمس ساعات واثناشر دقيقة. ده كان رؤية اه سريعة لموقع الاي باي وازاي تقدر تشتري الحاجات المستعملة او الحاجات عن طريق المزادات بارخص الاسعار. وكمان دلوقتي عايز احكي لكم احدى التجارب اللي حصلت لي فعلا السنة الماضية على موقع اي باي وكان فدني جدا وهو ان انا اشتريت اه كمبيوتر للسيارة بتاعتي كان خرب عندي الكمبيوتر وكانت سيارة امريكية مع الاسف فالكمبيوتر هو كل شيء. اه السيارة طبعا دورت على الوكالات المحلية كان السعر غالي جدا لدرج ان هو كان يبصل تقريبا لنفس سعر السيارة في وقتها. فوصلت الاي باي وكتبت الموديل نمبر وكتبت الاتشاسي نمبر وكل الارقام المطلوبة على الاي باي. وبحست. وفعلا اكتشفت ان انا اقدر الاقي كمبيوتر اه للسيارة بتاعتي واشتريتها وقتها. وجبته هنا هوت عندي وودته الورشة. وعمله برمجة وراكب له السيارة والسيارة اشتغل التاني بعد ما كانت ميتها تماما ومش شغلة. فده احدى التجارب الرائعة جدا اللي حصلت معي واللي عشان كده ا انا عملت اه اه حلقة كاملة عن اي باي ومزايا الرائعة اللي اتمنى تكونوا اه مستفدين بيها. ارجو انتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة. ومن تبخروش على قناتكم قناة الابداع والتميز. ابدأ واستمتع بلايك وسبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة